السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين اليوم درج جديد خاص في كورس الأوتوكاد الكهرباء بهذا الدرس سنكمل سلسلة التصميم التيمبلت بشكل احترافي في الدروس الماضية اللي هي كانت الجزء الأول والجزء الثاني صممنا بها التيمبلت وضفنا التاقات الخاصة بكل عنصر اللي احنا اختارينا وحسب التسميات اللي نحتاجها وأيضا ضفنا في الدرس الماضي الترقيم الأفقي والترقيم العمودي اللي هو الترقيم هذا الأفقي الخاص بالأعمدة والترقيم هذا اللي هو العمودي اللي هي كانت على شكل أحرف خاص في ترقيم الصفوف بهذا الدرس راح نختم هاي السلسلة ونصدر التيمبلت ونعرف التيمبلت على البرنامج حتى يشتغل بشكل صحيح لكن قبل ما نبدأ بالدرس في الدرس الماضي من ضفنا هذا العمود بالأخير شفت انه كان قياسي أزيد من اللازم لازم يكون شوي أصغر فحتى نزغره ويكون تقريبا مطابق اللي هو الترقيم الأفقي يعني نفس القياسي لو تلاحظ ان ترقيم هذا العمودي A و B و C يكون ترقيمه أعرض يعني أرض العمود أعرض من أرض هذا اللي هو الارتفاع هذا العمود فحتى يكون بشكل مناسب وشكل أصغر وما نخربط التيمبلت فرح أروح على هذا المستطيل هذا المستطيل Rectangle هذا تمام وبعدها أبدأ أرسم مستطيل هذا المستطيل على سبيل المثال أنا أذاري دزغره لو اجيت على القياس هذا على سبيل المثال ومطيته Linear بهذا الشكل وقصت هذا من هنا إلى هنا تقريبا رح يطلع 12 12 بالضبط فعنا من دزغر هذا رح أخلي هذا تقريبا سبعة يعني المستطيل عرضه سبعة رح يصغر ورح أخلي سبعة بسبعة فشوف اسا لو تلاحظ رح أرسم مستطيل فهنا بالأسفل لو تلاحظ أنه محدد لي اكتب العرض فأكتبه سبعة والارتفاع عن طي تاب رح ينتقل إلى الارتفاع وأيضا أكتبه سبعة كأنما رح يصير مستطيل وانطي انتر هذا المستطيل اللي أنا وسأخلي انت تقدر بغير طرق لكن أنا رح أخليه بشكل واضح وسهل للجميع هذا المستطيل بالزاوية العمودية حتى يكون هو نفسه للصفوف وهو نفسه للعمل أوكي رح أخذ هذا أيضا أخذه كنترول سي وخليه هنا نفس الفكرة أخليه هنا بس لازم يكون يعني في السنتر أوكي نفس الفكرة أخذه أخليه هنا كنترول بي تقريبا بهذا الشكل تمام بهذا الشكل فهذا نحن راسميه مسبقة رح أزغره شوي طالع عن الخط هزاني كمت هزة رح أزغر الترقيم الحمودي والترقيم الأفقي رح أجي هنا أحدد هذا حتى يكون القياسات مضبوطة لأنه أجي هنا أسحبه تمام بهذا الشكل حتى يكون أيضا مناسب للكل يعني يكون الشغل مالتنا قياسات مضبوطة أجي هنا بالأسفل نفس الفكرة أسحبه أوكي تمام بهذا الشكل نفس الفكرة أسحب الترقيم الأفقي هذا الترقيم الأفقي رح أسحبه هنا رح أخلي تقريبا تمام ومن هنا بالطرف الثاني أيضا رح أسحبه أوكي تقريبا بهذا الشكل بهذا الشكل أوكي بحث ذلك أمسح المستطيلات اللي أنا رسمته أمسح المستطيلات اللي أنا حددته ويجب أن أمسحها تمام هذا عددته وهذا وهذا سأمطي delete المسحت تقريبا هست يعني صارت مضبوطة بقت عندي تصغير لعمدة أرى المسافات اللي بقت سأحددها بهذا الشكل وأزغرها بهذا الشكل تمام سأزغر هوية الكل نفس الشيء سأزغر بالنسبة للأعمدة سأزغرها بعد ذلك وقت عندي الأحرف سأزغر هذه العفوة سأحددهم كل مرة واحدة بهذا الشكل سأذهب على move وراء ما أحددتين أذهب على move وهذا سأجيبه هنا تماما بهذا الشكل شوف صارت كلهم في center تقريبا هذا مضبوط لا يوجد أي مشكلة به هذا تقريبا مضبوط تمام هسا صارت في المنتصف تقريبا في المنتصف هذا شوي تماما في المنتصف تقريبا بعد ذلك هذا أيضا إذا جاي تشوف حجمها يعني أزيد من اللازم أقدر أزغر الحجم أروح على scale يعني حددت أي واحد معدة وأروح على scale click a men scale أو من هنا أمن الأعلى scale هاي نفس الشيء أحدد center وبعدين أكتب التصغير مالة الصفر point على سبيل المثال ثمانية أوكي تقريبا زغر حسا أحدده وأنطيه match properties حتى أنسخ التنسيق أحدده ويهات 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 تمام ويهات تقدر حتى الأحرف وتأخذ نفسه one سوي لسق يعني للتنسيق كأنما نسخه لسق للتنسيق للتنسيق تنسيق تمام وأنطي enter أوكي أسا تقريبا كبلة ثاني عندي تقريبا شبه كاملة بعد ذلك سأبدأ أعرف هاي التاقات اللي أنا أضفتها بحيث من أضيف بالدسكريبشن أضيف معلومات هي راح تظهر عندي بهذا الجانب بشكل أوتوماتيكي بشكل أوتوماتيكي حتى نسوي هذا الشي أروح على project وبعدين title block setup راح تطلع لي هاي القائمة من هاي القائمة أختار أكو عدة طرق طبعا لعمل تاقات إما تختار أنت تكتب تاق تاق موكي مشكل لكن الطريقة الأسهل هي هاي المثل الطريقة الثانية أروح عليها راح يفتح لي attribute الخاص بال template هنطي أوكي هتطلع لي شوف هاي كل هين الخاصة بال template أنا لو تلاحظ حتى يكون الأمر سهل إليك أنا قاتب name 1 name 2 name 3 وهكذا بش راح أسوي هنا شوف line 1 هو name 1 line 2 هو name 2 وهكذا يعني حسب الترعيم راح أسويها فانطي إما تختار مني هنا شوف يعني name 1 أقدر أختار name 1 شوف ظهرت لي التاقات اللي أنا ضايفها ظهرت التاقات اللي أنا ضايفها فأنت إما تختارها بهذا الشكل name 1 name 2 وإذا أنت يعني ما تعرف مكانها أقدر أروح مني هنا pick أي من هنا أنقرح عليها شوف راح أروح أعدد name 1 شوف هي صارت مباشرة هنا أيضا على name 2 وهذا name 3 وهذا 4 وهكذا معه إلى أن نصل 9 1 9 tag أوكي فإما أنت تختار منها أو مثل ما قلنا تختار من هنا هذا الخامس هذا الخامس هذا السادس هذا السادس السابع هذا السابع الثامن هذا الثامن والتاسع هذا التاسع أنت شقد ما عندك تقدر أضيفه هنا وهي بها يعني عدد لامتين هتقدر من هنا تغير و أضيف أنت تاقات جديدة و لائنات جديدة هاي بعدين من أن نسوي التغرير و أضيفها بالdescription أيضا راح ألمك حاليا شنون نضيف هاي المعلومات كلها بعد ذلك نطيق أوكي حسنا كملت يعني تعرف كل التاقات تعرفت على البرنامج يعني عرفتها بحيث إذا أكتب بالdescription الأول مثلا اسم الرسام مثلا أحمد راح يظهر لمباشرة بمكان هذا ال name 7 أوكي و كذلك مع البقية التاريخ الشيط بس أنت لازم تعرف الdescription الأول شنو يعني الdescription الثاني شنو يعني الdescription الثالث شنو يعني أيضا فيما بعد أقدر يعني نعدل على هذا الشيء أوكي لكن حاليا أنت تعلم ويا خطوة بخطوة بعد ذلك أنا كملت هسا بعد ذلك راح أسوي هذا block هذا أسوي block أوكي أسوي على شكل block أوكي شنون أسوي على شكل block أكو عدة طرق إما تروح من هنا create أو شوف create شوف أوكي على home وبعدين create أو تكتب block بالكيبورد عفوان block تكتب إما هنا أو بالشريط الأسفل أو بالdynamic input شنون ما تعلمنا في الدروس الماضية أكتب block شوف أول خيار بس كتابة حرف البه وهذا block أنطي انتر راح تنفتع لي هاي النافذة راح أكتب هنا على سبيل مثال دعنا نسميها أحمد ثم أي ثري أوكي بهذا الشكل أروح على أختار نقطة اللي من من عدها أقدر يعني يكون مكان يعني أدرج بي البلوكة أوكي فأروح على البيك بوينت من هنا أوقع عليها بحيث أقدر أمسك البلوكة من عدها النقطة اللي من أدرج هي تكون هسا أعلمكم هاي شنو تعني شوف البيك بوينت أنقر عليها أختار على سبيل المثال المنتصف المنتصف البلوكة حتى يكون واضح لجميع وبعدين أحدد select object أحدد البلوكة اللي أنا أريد أدرجها أنطي select object وأحدد هاي المنطقة أنطي انتر أبحث ذلك أنطي أوكي شوف شوف من سوت البلوكة اختفت عندي النام 1 والنام 2 والنام 3 اختفت هاي بعدين فيما بعد هاي طيب أنا سوتها بلوكة وين ألقى هاي البلوكة أروح على home وأروح على insert شوف راح تلاحظها أنه هي هاي الموجودة شوف أحمد من أنقطة على insert هاي بساهم أنقر عليه النام اللي هي أحمد تمضت أيثة شوف شوف أنا منين ماسك حاليا تمضت من المنتصف هاي المنتصف اللي هي النقطة اللي أنا حددتها عند إنشاء البلوكة لدي إنشاء البلوكة فأدرجها هنا شوف صارت عندي هذا الشكل سأحتاجها سأحطي مسح أوكي كملت كملت إنشاء الرسمة حاليا أصمحت بلوكة يعني بلوكة كاملة وجاهزة بحيث أحفظها على شكل تيمبلت بحيث أقدر أدرجها في أي بروجكت أنا أحتاجه راح أروح على save as من هنا حتى أحفظها بشكل تيمبلت يعني أحفظ هاي البلوكة بشكل تيمبلت أروح على save as هاي من فوق أوكي بعدها لو تلاحظ بالشريط أو بهاي القائمة شوف من ضغطة save as أكو بالشريط بالأسفل لو تلاحظ تلاحظ هذا شوف أكو تيمبلت أكو المسخة التي تحفظ بها أنا أريد أحفظها على شكل تيمبلت شوف أنقر على التيمبلت أنقر عليها شوف ظهرت لهذا المسار هذا المسار اللي هو الدفولت اللي نحفظ به لبلوكة أوكي راح أبقيها نفسها بس أكتب اسم اللي بلوكة الاسم اللي بلوكة راح أكتبها تيمبلت هكتب تيمبلت شارحة أي 3 أي 3 أوكي أنت حسب اللي أنت تريده شوف أنا كتبت هنا مباشرة بعدين أنطي انتر راح تنفتح لهذه القائمة وأنطي أوكي هسا حاليا نحفظ عندي التيمبلت على هيئة التيمبلت أوكي راح أسوي هسا حاليا هذا البروجيكت راح أسوي رسمة جديدة راح أسوي رسمة جديدة وأدرج بيها هذا الخيار أوكي راح أروح أقضي نيو دروينج أي من هنا حتى أعمل رسمة داخل هذا البروجيكت وعلى سبيل مثال أكتب اسمها على سبيل مثال تيست وان أوكي راح أخطبر بها التيمبلت اللي أنا صممته أروح على براوتز راح أختار المفروض التيمبلت يظهر لي هنا بالتفولت هذا الديفولت أوكي المسار أنطي شوف التيمبلت أي ثري هذا أنطي أوكي أنطي أوكي أنطي أو لا حسب أنت تريد أن تطبق أعدادات البروجيكت راح أطيناه أوكي ظهرت لي هنا هذه المعلومات شوف الظهر لي التيمبلت بالتصميم اللي أنا أريده يعني الظهر لي كأنما تيمبلت إذن حاليا ما أريد أعمل أعمل أنه أروح على أملي هذه البيانات أملي هذه البيانات فعلى مد أملي هذه البيانات أروح على البروجيكت أطي يعني كليك أيمن حاليا اسم البروجيكت اسم البروجيكت وراح أروح الديسكريبشن فحتي طلع لي هذا اللاين وان على سبيل المثال اللاين وان هنا شنو مخليه تذكروني التاريخ التاريخ على سبيل المثال راح أكتب التاريخ اليوم 22 شهر الثامن يوم 12 وانطيح حدد الريبورت أوكي حدده هنا على سبيل المثال رقم الشيت اكتب أي وان وأحدده المعلومات اللي انت تريدها الرسمة وان هذا سبيل المثال اللي هو البيج وان هذا سبيل المثال يعني أو انت التسمية اللي انت تريدها size سبيل المثال الاسم الاسم البروجيكت on off motor مثلا راح أكتب عليه on off motor اللاين السابعة السابعة شنو اسم اللي اسم اللي يرسم احمد على سبيل المثال وهنا راح أكتب علي مثلا وهنا تكتب أي اسم ثاني انت اللي تريده أوكي على سبيل المثال اكتب حسن بعد ذلك انطي احدد المناء الاشياء اللي انا اريدها بالريبورت راح تظهر لي فهي الى هنا تقريبا اوكي هذا سأنتي اوكي كملت وراء ما كملت اروح على project واروح على title block update واحدد المناطق اللي انا اريد اشوف هي اشوف ال line 1 راح يظهر التاريخ وهكذا فانا احددها او احدد select all وانطي اوكي active drawing only يعني فقط على الرسمة اللي انت فاتحها اما اذا تريد الكل البروجيكت فراح يظهر لي الكل البروجيكت اوكي انطي على الرسمة شوف ظهرت لي مباشرة هنا ظهرت لي مباشرة هنا المعلومات اللي انا اضفتها المعلومات اللي انا اضفتها يعني اشغلنا مية بالمية صحيح اهم شيء مثل ما قلنا تطبقوا اياي خطوة خطوة على سبيل المثال انت ضفت رسمة ثانية ولكن تريد المعلومات تختلف يعني الرقم الشيت والاسم يختلف اسم الرسمة فاروح على اسم المثال اروح على تمبلت اختاره تمبلت سيكون واضح للجميع هنا رح اكتم عليه تيست تو اوكي انطي اوكي رح انطي نو انا انا لا اريد اطبق لي لان اذا طبق لي رح يضيف لي نفس المعلومات هنا رح يضيف ليها انطي نو اوكي تمام وبعدين اروح على البروجكت اعدل يعني شنو هنا اون اوف موتور رح اكتب عليه كونترول كونترول سيركيت تمام سيركيت تمام تمام وبعدها رح اكتب هنا الرسمة اي تو ثانية 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 اي ثري اوكي اوكي مضبوط اوكي اي مشكلة به رح انطي اوكي وبعدين اروح على تايتل اه بلوك update واروح احدد select all واروح اقول له فقط على الرسمة اللي انا مسوي له اكتب فشوف اسا ظهرت لي هنا الرسمة الاولى ارجع لها ما اتغيرت بقت اون اوف موتور اوكي بقت اون اوف موتور ارجع على هاي كونترول سيركيت واتغيرت اللي هو التاريخ صارت اي تو الرسمة الثانية صفحة الثانية اي ثري وهكذا مع كافة المعلومات اللي انا ضفتها اوكي هاي مثل ما قلنا حسب التصميم اللي انت ضفته اوكي اذا اصبح حاليا الرسم جاهزة وابェطant على صفحة ت Massachusetts مع الاية تحليم على استكلفت او التشعر هذا انظار شوف كأنها ما صارت رسمة جاهزة على سبيل مثال راح حتى نجربها بشكل صحيح هذا تيست وان او تيست و راح اضيف مثلا على سبيل مثال اه ملتيبل واير اختار هنا عشرة راح اختار بالشكل هوريزانتل ثلاثة فقط لتوضيح فكرة حتى يكون الرسم واضح اوكي بس بعض الاخر راح يقولها باللون الاحمر اقدر اغيرها اختار نوع الواير من هنا اختار بها الشكل اقدر اغيرها اوكي بعد ذلك اروح على الاسكيماتيك اروح على ملتيبل واير ااخذ عشرين اختار انا ذر باص اوكي هذا الشكل ومثل ما قلنا هاي انت تقدر اغيرها الان اختار حاليا النوع الواير اللي هو هذا اضيفه اضيف المكونات اللي انت تريدها اوكي وبعدها اقدر اضيف المكونات لكن قبلها اروح على انا حاليا فاتحة اضيف المكونات اللي انت تريدها على سب المثال كونتكتر هنا امتي رايت وهذا الكون تكتر انضاف تمام وهكذا اضيف بقية العناصر حتى اشوف التنسيق مالة الرسم مضبوط عندي لولا اروح على يعني اطباحها كعنما على شكل ورق اروح على برينت من فوق هاي لكن الطريقة بدائية بعدين ان شاء الله نتعلم لبرينت لكن هذا حاليا فقط التوضيح اروح على برينت اختار الاسب نستال مايكروسوفت برينت او بي دي ايف اروح على اي ثري اروح على ويندوز تنفتح لي هنا اختار اول شي هاي الزاوية هنا تقريبا بهذا الشكل واروح هذا الزاوية بهذا الشكل حتى تطلع الحواف بشكل واضح وبعدها انطيب ريفيو حتى شوف الرسم ماضي بشكل واضح بشوف ظهرت لهذا الرسم ماضي كافة المعلومات وكافة ها كلها بشكل واضح وصحيح وما عندي اي مشكلة بها اذا تريد تحفظها فقط تنقر هنا على ماذا وتحفظها بالمكان اللي انت تريد هذا فقط توضيح لطريقة الطباعة فقط انا شوف الرسم ماضي يطلع والتاملت بشكل واضح اوكي ان شاء الله مفهومة اليك هذا الفيديو اتعلمنا شنون انضيف التاملت بعض الاخوار ستصير عندي فكرة انه شنون على سبيل المثال انا مثلا مسحة لنتابرجات البرنامج اريد تاملت يبقى اليه يعني ما وقت ما الي احفظ البرنامج يعني ت activists يوق البرنامج ما عندي اي مشكلة يعني من حذف البرنامج رح يح ينحذف تاملت لان انا حافظها بالمكان ولي هو الافتراضي الخاص بالتهاملت بعلمد اروح على المكان هذا واخذ المكان اللي حافظت به التاملت واخذ نث S50io تضع لوني�� نسقط اللي انستظر لأنه من اصمع من البرنامج من جديد مباشرة فقط ارجع عن نسلة التيمبلت حتى نسوي هذا الشيء اروح على لترينك بس اخذ المسار واحدد هذا المسار احدده كونترول اي كونترول سي اوكي بعدين اروح على ماي كمبيوتر وان ماي كمبيوتر اضيف هنا المسار اللي انا اضفته اوكي فقط احدف هذا التيمبلت اسم التيمبلت احذفه مايحتاج اضيفه احذفه بهذا الشكل الى تيمبلت كلمة تيمبلت انطي انتر راح ينتقل لي الى هذا المكان اروح ادور على التيمبلت اللي انا صمعتها تيمبلت اي ثري تيمبلت اي ثري هذا تيمبلت اي ثري هذا وهذا اللي فيهم ايش اخذهن كونترول سي احددهن احددهن اثنياتهم كونترول بعدين اقل لك كونترول سي واحفظهن بالمكان اللي انت تريده يعني مثلا بالي او الدي اي اي مكان عندك بحيث ما يتفرمت السي ما راح يتأثر عندك هذا الشي ما تنحذف عندك هالي بلوقات ورا ما تكمل التنصيب مرة ثانية ارجع ارجحها بنفس المكان اللي انت اضفته اوكي او حتى انت نسختهن كونترول سي على سبيل وراحت انا العزة بمثال ضفتهن هنا في مجلد ثاني وسميت هذا المجلد المجلد تيمبلت اي سميهن هذا اي نيو فولدر ثري اوكي او حتى انت سقه داخل هذا النيو فولدر ثري العمل نيو فولدر ثري اي سقطت هنا وهازة لو انا رحت على البروجيكت نيو فولدر هذا و رحت على سبيل مثال نيو فولدر 3 اللي هو بالZ هذا ما لكم بالZ بالضبط نيو فولدر 3 رح تلقى هنا موجود وتقدر تختاره ماكو اي مشكلة بدل ما تختاره بالمكان اللي انت حفظت به بشكل افتراضي اوكي تقدر تختار انت المكان اللي حفظت به في التيمليت يعني غير المسار الافتراضي الخاص في البرنامج الى هنا نصل و اياكم الى نهاية الفيديو تقبلوا تحياتي و الى اللقاء